اشتركوا في القناة ويريد ما يرقق قلبه فيقبل على الكتب الدينية وهذا خيار مبدئي أولي صحيح ولكن الإشكال يكمن فيما بعده هو أن الشخص العامي البسيط لا يعرف تفرعات التخصص الدينية فبدلا من أن يقبل على كتب الرقائق التي ترقق القلب وتخشعه يقبل مثلا على كتب الفقه التي تفيده من حيث تعلم الأحكام ولكن لا تؤثر تأثير كتب الرقائق على إيمانيات الشخص والأمر الآخر أن كتب الرقائق القديمة مثل كتاب الزهد لابن المبارك أو الإمام أحمد بن حنبل أو ابن أبي عاصم أو البيهقي فكل هؤلاء لهم كتاب بنفس العنوان في باب الرقائق وقد يجد القارئ البسيط الذي لا زال يحبو على قدميه إشكالية فهم بعض المصطلحات الواردة في تلك الكتب المفيدة فإذن كتب الرقائق المعاصرة تحل إشكالات مهمة من حيث روعة بلاغتها المفهومة لدى القارئ البسيط والحاذق في آن واحد وهذا السبب الذي جعل كتاب لأنك الله ينتشر انتشار النار في الهشيم لدى كل الشرائح القارئة بتنوعها واختلافها بل حتى لدى القراء التي عقيدتهم ومنهجهم مخالف لمعتقد الكاتب وهذا الذي جعله يطبع مرة بعد مرة إلى أن وصل إلى الطبعة الخامسة عشر في وقت وجيز ويصنف على أنه من الكتب الأكثر مبيعا وهذا يبين لك أهمية تعلم الداعية والإكثار من قراءة كتب الأدب واللغة حتى يوظفها هذا التوظيف الحسن فشرائح من الناس تحتاج إلى من ينزل إليها ويخاطبها باللغة التي تفهمها ويربطها ببعض المعاني الإيمانية والشرعية الصحيحة بلغة تفهمها هي وتستسيغها وتستلذ بها الكتاب حاول أن يشرح معاني أسماء الله الحسنة في واقعنا وحياتنا المعاصرة وكيف أن الشخص ممكن أن يغفل أو يهمل مدى تأثير هذه الأسماء في حياتنا سلبا أو إيجابا واعتمد على ذلك في أمور محاولة التأمل في بعض الآيات القرآنية ومحاولة التدبر فيها وغالبا ما يقوم الكاتب هاهنا بقياس الأولى والثاني محاولة التأمل والتدبر وقياس الأمور بشكل منطقي والثالث الاستناد على القصص والحكايات طبعا الباب الثالث هو أخطر باب في موضوع الرقائق لأن إيراد ما هب ودب يذهب من مصداقية الشخص أو الدعاة عموما وللأسف أن الناس تقيس الواحد على الكل فإن أتى داعية وذكر قصة مكذوبة أو غير منطقية وأتى داعية آخر وقال قصة أخرى ربما واقعية تراهم يسقطون واقع الشيخ الأول على الثاني وينفرون من القصة على اعتبار أن هؤلاء الدعاة لا يقولون إلا القصص المكذوبة وبعض القصص رغم غرابتها إلا أنه لا يصدقها إلا من مر بها فذكر مثلا في الكتاب قصة الشخص الذي ضاع وسط الوادي وشارف على الهلاك فجلس يبتهل ويدعو الله ثم وجد من حيث لم يحتسب ماء في زجاجة فشارب منها وشارب الذين معه وربما لو لم أجد هذا الأمر قد تكرر في أكثر من قصة لما صدقت ذلك فالذي شارك في معركة قلعة جانجي هو وليد الحاج يقول أنهم ساروا مسيرة طويلة وبلغ بهم التعب والجوع مبلغا كبيرا ثم وجدوا طعاما على ظهر حمار ظهر أمامهم فجأة كما في كتابه مدبحة القلعة الصفحة 31 وهذه القصة أكدها طاهر أحمد الزهراني في روايته جانجي صفحة 59 نقلا عن أحد المشاركين أيضا في ذات المعركة وقد كناه بخالد القرشي وهو اسم مستعار وفي أوقات الأزمات قد تحصل أمور لا يصدقها ولا يستوعبها الشخص لأنها خارجة عن المألوف فمثلا الصحفي أحمد منصور لما غطى معركة الفلوجة بقي سبعة أيام من دون أن ينام كما قال في سلسلة شاهد على العصر مع وليد الحاج فالشاهد أن بعض الأمور قد لا يصدقها الشخص ولا يستوعبها الشخص إلا إذا تواترت من طريق آخر أو مر بها هو أو يعرف من مر بها شخصيا ووقف على حالته وإلا فذهنه لا يستوعبها استيعابا صحيحا فيجنح إلى تكذيب راويها والبعض لديه نوع من الانفصام في قبول ما يروى فإن كان الراوي شخص من مجتمعه يكذبه مباشرة ولكن لو كان الخبر رواية مؤلف غربي بارز أو مشهور فإنه يسلم له فمثلا المؤلف استدل في الصفحة 71 بقصة الشخص الذي أخبر من الأطباء أن لا أمل في شفائه وأنه لن يبقى إلا أياما معدودات ويموت فذهب إلى الريف ولم يأكل إلا الطعام الطبيعي ثم برئ بأعجوبة ولم يكن هذا الشخص إلا العالمة جايلورد هازور صاحب كتاب الغداء يصنع المعجزات لو كان صاحب هذه القصة هو محمد أو سلمان أو شخص مغمور في مجتمع القارئ ربما لم تصدق هذه القصة أو قلت أنها مبالغة ولكن انظر كيف تختلف نظرة الشخص للقصة إن كان راويها شخص نشأ في مجتمع مادي لا يؤمن بهذه الخرافات ولكن كما قلت أن الاتكاء على القصص هو أمر محفوف بالمخاطر ولا بأس من النظر في قرائن الحال لتقييم بعض القصص فمثلا من القصص التي أوردها المؤلف وهي مع الاحترام للمؤلف أجد أنها عصية على التصديق أطالب الذي غاب عن آخر مادة في امتحان النقد وقد أعطى أحد المعتمرين الضائعين 83 ريال ثم لصعوبة المادة لم يكتو شيئا في الامتحان ثم فجأة حصل على 83 درجة من 100 على عدد الريالات التي تصدق بها لنفترض أن الامتحان النهائي عدد درجاته 20 من مجموع العلامات 100 وأن الشخص ربما حصل على ثلاثة من عشرين إذن علامات المنتصف والمشاركة الصيفية 80 درجة ويعني أنه حصل على 80 على 80 والشخص الذي يحصل على هذه العلامة يعني أنه نامغة في هذه المادة وأنه حتى لو تغيب عن آخر حصة فهذا لا يؤثر فأكيد حصيلته ونبوغه السابق سوف يجعله يجيب على بقية الأسئلة التي وردت في الامتحان من دون الأسئلة التي قيلت في الحصة الأخيرة رغم أن الحصة الأخيرة التي قبل الامتحان غالما ما تكون مراجعة وليست شيئا جديدا من المنهج ومع ذلك لم يفعل ولم يحل شيء إذن هناك شيء غير مفهوم وغير منطقي ألبتة خصوصا أن التعامل هنا مع علامات وقواعد معيارية صارمة أما بالنسبة لي شخصيا أحب الإيرادات المرتبطة بآي القرآن فهذه تكشف قصور القراءة التأملية لدى الشخص أثناء قراءته للقرآن فانظر كيف يستنبط البعض من الآية أمورا قد لا تطرأ على ذهنك أثناء مرورك عليها وإن كان هذا الفن قد برز فيه الشيخ إبراهيم السكران في كتابيه عن القرآن فكتب التفسير والكتب هذه التي تتوقف طويلا أمام الآية وتوظفها توظيفا يعالج نفسية الشخص ترتقيان بالشخص وتجعله يكتشف أمورا جديدة وعلاجات جديدة لم يكن منتبها لها فالخلاصة أن هذا الكتاب ينصح به كل أحد وكل فئة وكل شخص وأنصح به إن لمست في نفسك قصورا وتريد القرب من الله وتنظيف ذاتك مما علق بها من درن المعاصي ترجمة نانسي قنقر